تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج نتقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعاتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتحها فاقتها وهصل معكم مستمعين لاستقبالها رأيكم ولاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما مشانيه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلاً ومرحباً بكم نرحب بفريق العمل معنا في الإعداد الأخ العزيز يوسف سعد في التنسيق أحمد سلامة وفي الإخراج أيمن سرحيل هذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العري أرقام التواصل اللي بتخبركم عنها دكتورة ندى الملة المدير الكبير صباح ترى الله بالخير دكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الأثنين اللي أحبك الأثنين يوم جميل وجو بديع برع ما شاء الله ترش الحرار بدأت في الانخفاض والجو ما شاء الله يعني يدعو أن الواحد يطلع في الخارج وروح الحديق وروح البر ولكن بالسلامة يعني تروحون أماكن خذوا احتياطات السلامة فأذكركم أول شيء بأرقام التواصل 6-0-0 ما هو واحد يطلع من الدوام بعد يصير ما هو واحد يشرد من الدوام يصير لا واحد بعد الدوام ابصموا وخروج طالوا عمركم وروحوا ما في شرده من الدوام لأن الجو بديع ودير كبير القوي بديع وأفلي على كل موضوع ما نبقى هذا خلال ساعة الدوام بعد الدوام بارك الله فيكم عادي مرخوصين ملاحظين اللهجة تغيرت أصرح حتى مو بيهن لهجة لولية قبل مدت وديرة ما لأخوص المهم أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا نسمع صوتكم نأخذ معدكم من علوم اقتراحات ملاحظات شكاوي شكر لانتو تبوني على 6-0-55-14-14 والرسائل النصية على 4-006 وموجودين لايف لا مو موجودين يوم لايف بس على التلفون والمساجات يا جمعة ليش بعد ما يخلص البرنامج ألاقي ناس تقول دكتورة والله كنا بناتداخل بس ما اتصلنا كلمينا تحت الهواء اتكلمونا على الهواء عشان اللي يتعموا الفائدة يوم تتصنفيننا على الهواء تطرحون سؤال طبي أو موضوع الطبي ترى الكل يستفيد مننا ويستفيد نقاش بس بعد الهواء أحيانا يكون صعب نتواصل معكم طيب فأغنوا البرنامج أتروه اليوم اتجهت أنظار العالم إلى الحدث الرئيسي شوي بعيد عن الطب ولكن نحن يعني نبغي نذكره في برنامجنا هو خليفة سات هذا القمر اللي يحلق بقدرات وطموح شباب دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا هذا الصاروخ اللي صنع بأيادي محلية وطنية مئة بالمئة إنجاز كبير ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة وإنما إنجاز لكل العرب اليوم تم الإعلان عن تحقيق حلم كان يراود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه لما التقى فريق من مهندسي وخبراء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هذا الكلام تعرفين في سنة كم؟ 1967 يعني شوفي النظرة الثاقبة نحو المستقبل كان يتمنى رحمة الله عليه أن يتم اطلاق قمر صناعي بأيادي إماراتية هذا القمر يحمل اسم فخم جدا على قلوبنا وقلوب العالم اسم خليفة خير خلف لخير سلف صحيح خذ الله يطول بعمرة الشيخ خليفة على عاتقة أن يحقق هذا الحلم وبدأنا عصر الصناعات الفضائية المتقدمة اليوم هذه نقلة نوعية لدولة الإمارات العربية المتحدة تضعها في مصاف الدول المتقدمة صح فهذه الجهود يعني توجه مركز محمد بن راشد للفضاء في تأسيس البنية التحتية المتخصصة وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على امتلاك زمام قيادة مشروع تقنية عالي المستوى في ظل تدريب وتأهيل أكثر من سبعين مهندس إماراتي بالعمل على هذا القامل الصناعي اللي منحهم خبرة عملية وإلمام معرفي كبير كنت أتابع الإطلاق عيبني تعليق واحد من المهندسين دكتورة شو كان يقول فقال ولا شو تبغي تقول بهذه المناسبة قال ما أخفيكم يعني اليوم وانا شاهد هذا الصاروخ يطير أحس أني أنا ودعت يعني واحد من الأشخاص الغالين على قلبي خمس سنوات نحن معاه اشتغلنا على هذا الصاروخ خمس سنوات في البرمجة وغيرة وصناعته اليوم ودعناه شوفوا التشبيه مجملة صح والأجمل جدا أن هذا المركز يحمل كذلك اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أهل مكتوم اسمه مركز محمد بن راشد للفضاء نعم يعني تخيري هذه الأسماء التاريخية اللي دخلت في هذا الإنجاز العالمي والإنجاز الفريد من نوعه صحيح فألف مبروك لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ألف مبروك لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ألف مبروك للأمة العربية هذا الإنجاز اللي يحمل اسم العرب حقيقة هو ليس إنجاز إماراتي فقط ولكن إنجاز بعياد إماراتية لكل العرب فخر لكل العرب فخر للإنسانية هذا القمر الصناعي وموجه إلى خدمة الإنسانية على الكرة الأرضية فنبارك للجميع هذا الإنجاز بس أنا حبيت أبتدي بهذا الموضوع عموما معايد خصائية التغذية في هذه الصحة بدبي سوها نوفا صبحت الله بالخير يا سوها يا هلا سوها سامحيني أنا اليوم طولت في المقدمة أبغي أطلع مقدمة بصراحة جدا مشوقة وأنا بشاركك كمان في هذا الإنجاز الباركة لدولة الإمارات هذا الإنجاز وإن شاء الله منها الأعلى والأعلى والتفوق والتميز دائما إن شاء الله إن شاء الله تعالى سوها تسامحيني أنا خليني أطلع فاصل عشان لما نرجع من الفاصل أعطيك فرصة أكبر في الحديث طيب فاصل وراجعي المستمعين صحة وسعادة سعادة شاء الله وقاتك مرة أخر مستمعيني الكرام حياك مرة دكتورة أنت مرتاحة؟ نعم هي هي الحمد لله الحمد لله ما في شي يعني المرة طيبة بس الكرسي متغير علي أعتقد الكرسي ما يهو اللي عندك أوكي تفضلي لا شكرا حاضرين أستاذ السوها تترايياني على الخط ما علي بس نذكر بأرقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة وحد أربعة وحد أربعة ورسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة وأستاذ السوها أنت موجودة معنا؟ أي ومعكم يا صباح تشورد شو موضوعنا اليوم؟ عن فوائد حليب الإبل موضوع ساخن هذا دائما الناس تسأل فكلمين عن فوائد حليب الإبل وخصائص الغذائية بشكل عام؟ طبعا زي ما الكل بيعرف أنه حليب الإبل نستخدم منذ القديم وموجود عندنا خاصة نحن نعلم البيئة الصحراوية في الدول العربية تتميز في هذه البيئة الصحراوية وفي هذه البيئة تكثر وجود الإبل فكان حليب الإبل منذ القدم فإذا بننجي على الفائدة الغذائية والمعناصر الغذائية الموجودة في حليب الإبل حليب الإبل يعتبر مصدر غني بالبروتينات وهذه البروتينات بتعزز من جهاز المناعة وتدعم من هذا الجهاز والوظائف المختلفة في هذا الجسم بتميز بمستويات العالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والحليب في نسبة من فيتامين سي أو فيتامين تيم أكثر بثلاث مرات من مستوى في الحليب البقر العادي في نسبة حليب أكثر بعشر مرات من مستوىها في حليب البقر وهذا كله بعزز من جهاز المناعة بعزز من الوظائف الحيوية في الجسم الشيء المهم جدا كمان في حليب البقر أنه تعتبر سعرات الحرارية قليلة لأن الأحماض الضغنية غير المشفعة الموجودة فيه قليلة وبالعكس الدهون الموجودة فيه هي الدهون المحبثة والمطلوبة للجسم زي حفظ اللينولينيك اللينوليك عفوا الدهني الموجودة الضروري جدا للقلب وتقوية الدورة الدموية نعم فيه دراسات عديدة على حليب الإبل بتظهرنا أنه يعتبر علاج أو يساعد في تقليل من انتشار السرطان خاصة السرطان الأمعاء والمعدة في بعض الدراسات تثبت أنه له دور فعال في تقليل من انتشار فيروس الكبد الوبائي نعم منذ القدم زي ما حكينا كانوا يستفيدوا منه العرب في علاج أمراض الجدري الجروح أمراض اللسة والأسنان نعم علاج للإسهال السبب أنه عنده نسبة السكر اللاكتوز اللسي قليلة نعم فحتى الناس اللي عندها تحسس من حليب الأبقار ممكن يستخدموه كبديل عن حليب البقر بسبب هاي الحساسية اللي عندهم نعم أعتقد كثير من الناس ما تعرفين دائماً لما تقولهم عندهم عندك حساسية من حليب البقر يتجون للمنتجات الأخرى النباتية حليب الصوية وحليب اللوز بس حليب الإبل مثل ما تفضلتي هو عبارة عن بديل ممتاز لحليب البقر هو بديل ممتاز ومتوفر يعني إحنا هم في المراض حليب النوب متوفر بشكل كبير حتى منق إيس كريم أحين بعد يعني يعني صار فيه توسع فيه بالشوكولات ومنقهات نعم نعم فيه نكهات مختلفة عشان الناس كلها تتقبلوا عشان الأسطال حتى يصيروا يتقبلوا صحيح بالإضافة إلى فوائده الكثير في السيطرة على مرض السكري لأنه كمية الإنسولين بالسكر الموجود فيه قليلة فبسرع عندي زي ما نحكي توازن ما بين الإنسولين ما بين السكر الموجود فهذا برضو بخصف عندي من ارتفاع نسبة السكر في الجسم نعم يعني حتى في بعض الدراسات فيه اللي اللي عملوها بعض العلماء لو بحكيها تساعد بالعكس على أن الناس بتتعاطى أحياناً الإنسولين ممكن يستعيد وبعدين عنه بالحبوب الحبوب بدل الإبار نعم وبالتالي طبعاً لما يصير عندي سيطرة أنا على المرض السكري يصير عندي بعض الأشياء اللي بتتعلق في السكري مثل أضرار الكبد شبكية العين كلها هاي الأشياء بتصير برضو إلها كنترول وبتخصص على الإصابة فيها صحيح أستاذ سوها دائماً لأمهات يسألون هل حليب الإبل آمن للأطفال ومن أي عمر أقدر أعطيه وشو الفوائد اللي ممكن حصلها غير عن حليب الأبقار للأطفال الصغار هو أهم فائد زي ما حكينا إنه مهم مناسب لحالات الحساسية من الحليب البقري طبعاً إحنا كما بتعرفي درجة أولاً منحط دائماً حليب الأم لا يعني ما في أي شيء يغني عن حليب الأم إحسنتي إذا لما الأم بدها تفطم البابي أو يبلش يأخذ الحليب غير الحليب يعني حليب البقر مثلاً هو الطازج إحنا بعد السنة ممكن يبلش الطفل يأخذه في هذه المرحلة ممكن بدل حليب البقري يستعين عنه بحليب الإبل نعم خاصة إذا الأم خايفة حتى إنه يكون ابنها عنده حساسية ممكن تبلش في حليب البقار لابن العطفال حتى برض الصغر يتعود على طعمه نعم صحيح نسبة البروتين فيه أعلى زي ما حكينا نسبة الحديد فيه أفضل نسبة الفيتامين سي فيه أفضل نهاية كلها بالعكس تعزز من المناعة عند الطفل جميل بالنسبة للنساء الحوامل كثير من النساء تخاف تشرب حليب الإبل تقولك يمكن تعوشر يعني تطول في حملها فش رايش في الكلام أستاذ السهاف هل تستخدمينها تأخذ تشرب الحليب؟ ما إلها أي قاعدة بصراحة يعني علمية ما إلها قاعدة علمية لا لا إنه يؤثر على الحامل وهي لا ما إلها أي قاعدة علمية صراحة يعني ممكن إلها ليس كل الإشاعات أو الأشياء التي تكون لها لكن كحقيقة علمية لا مش موجودة ممتاز أستاذ السهلا لو تكلم بشكل عام عن فوائد أصلا وجود منتجات الألبان بشكل عام في حياتنا اليومية خصوصا ممكن إنه في حياتنا أتوقعنا في وجباتنا منتجات الألبان ما لها دور كبير للأسف يعني الناس دائما مستعيلة خلال الأسبوع تبتروح الدوام فياقلون أي شيء على السريع والوجبة الغداء ما في مكان بالعادة لمتجات الألبان والعيشة بالعادة يكون من برع فأهمية وجود منتجات الألبان والحليب مشتقاتها بأنواعها للكبار أو للصغار شو أهمية وجودها كل يوم وشو الحصة الموصف فيها؟ هلأ أنت إذا تنتبهي الدكتورة نادة حاليا في الطبق الغذائي الجديد صار عندك طبق مقسوم لأربع أقسام نعم اللي هي الخضار والفواكه والحبوب والبروتين نفس الطبق في عندك الفرع اللي هو الألبان هذا دليل على أهميتها القصوى زي ما حكيت الناس كتير بتتغاضع عنها أو بتنساها الألبان صارت أساسية على الثلاث وجبات بغض النظر سواء كان حليب سواء كان روب سواء كانت أجبال لازم تتضمنها ولازم نشجع الأطفال على تناولها أنت عارفة هي الأساس في إعطاء زي الكالسيوم اللي هو مهم لبناء العظام مهم للعضلات مهم للدورة الدموية كلها هاي كلها بتتأثر في وجود الكالسيوم وتسيطر عليه مصدر لفيتامين دال صحيح إحنا عارفين حاجتنا لفيتامين دال فهلا إحنا لازم نشجع الأطفال نشجعهم خاصة يعني حتى لما الأن بتتحاول إحنا بنحاول في المدارس نعطي الإرشادات للأمهات إنه حتى لما بتجهزي أنت اللانش بوكس للطفل حاولي دائماً يكون لو علبة روب صغيرة لو أي مصدر إذا ما تناول كاسة الحليب قبل ما يطلع من البيت وهاي كلها بتيجي على التعويض إنتي عودي عودي هي كاسة الحليب مش هتاخذ من وقته دقيقتين أو ثلاث دقائق لما بيشربها صح بس بالمقابل أنت كل كاسة حليب مثل ملعب ياخذ ملعب يأخذ ملعب من الكالب فيهم اللي ضروري لجسمه فلازم إحنا نشجع قدر المستطاع على هذا الشيء يعني ما تحكي ما في وقت ما هو زي ما في وقت إنه يأكل الروض حيكون في وقت إنه يأكل الروض زي ما ممكن نعطيه للأطفال حتى ما بين الغداء والعشاء كوجبة خفيفة أعطيه روب أعطيه روب مع زبادي الأم ممكن إذا أبنها بتقولك ما بتقبل طعم الحليب عمليه يا مع الكوكتيل مع الفواتر صح صحيح صحيح زي ما بيأكل الآيس كريم حيشرب الكوكتيل بحطيله فيه الحليب هذه اللون مسكينة حين بتجاب للريال بتجاب العيال بتجاب صريبة أول مرة توقف مع المهات اليوم تعمل للريال وتعمل للأطفال كلهم مرة واحدة بيتشرب وغوري واحد تفور في الحليب وتصب حق كل حات حق الأبو حقها حق العيال ومرايح يعني تحاول تضمن الحليب في أغلاء حتى لما بتحضر كاك في البيت لازم تحط الحليب موجود يكون موجود يعني تدخل المنزاجات الألبان في أقلب الأشياء لأنه عم بنلاحظ والله أحيانا أقصار بيكونوا لساعة في النرحلة المتوسطة بيصير عندهم كسور بشكل سريع لأنه ما في عندهم رسيط من الكالس يحمي جسمهم بشكل مضبوط والكالسيوم عندك بالمراحل الأولى هاي بهاي فترات البناء العمر من 14 إلى 20 سنة هي أكثر فترة عمرية بيخزن الجسم فيها كالسيوم نحن شاكري لتش أختي سوان وفل خصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي على هذه المعلومات القيمة كنت تتكلمين عن فوائد حليب القبل شكرا جزيلا لتش أهلا بك الله يسمحك أهلا بك الله الحين أنا اللي عرفة ما أدري هذا الكلام من ناحية الدينية هل هو أمي بالأمية صح ولا لا ولكن إذا أحد منكم عنده معلومة بعد يفيدنا يقول لت اللي يا أكل لحم الأبل يعني لازم يتوضى تعرفين هذا الشيء ولا يعني يعيد وضوءا لا أنه يتوضى ما أدري شو الحكمة من هذا الشيء ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد أكل لحم الأبل ما أدري هو فرض ولا يستحب أنك أنت تتوضى لأنه أصلا مبطلات الوضوء معروفة عندنا ولكن يقول لت يعني في سبب يخلي الواحد بعد ما يأكل لحم الأبل أنه يتوضى يقولون بحكم أن هنا عند الأبل بعض الصفات أو الطبيعة الشيطانية هذه أن بعض الصفات ممكن أنك أنت ما أعرف والله أنا ما أقدر أجزب بهذا الموضوع ولكن هناك أقوال كثيرة في هذا الموضوع أنه ممكن أن الواحد يتوضى لك حين لما يشرب حليب حليب الأبل نفس الموضوع يتوضى أو لا؟ شو رأيك أنت أيمن؟ بعد شرب حليب الأبل يتوضى هو الوضو زين يعني أنت يجي زين الواحد يتوضى يعني الوضو زين في النهاية الواحد يتوضى دائما يكون على طهارة أنت شو رأيت؟ والله محمود يعني هل هو يبطل الوضوء؟ ولا لا ولا يتوضى؟ والله ما أعرف يعني اللي عنده معلومة يعثلنا إياها معلومة سيتأكد منها يعني على أربعة صفر صفر ستة قل لي أيمن أيمن يقول عنده معلومة عند غالبية المذاهب أنه لازم يتوضى هذه هذه يقول أيمن سمعه من الشيخ أحمد الحداد بس اللحم مش الحلي طيب يزاك الله خير يا أيمن شفتي أن الواحد يا السلام يعني يعني عنده معرفة عنده معرفة مهمة جدا فاصل وراجعين بعد الفاصل نتكلم عن الصيدلية الذكية الذكية يعني هي روحة بعد قصة صيدلية الذكية ما تعرف عليها مع الدكتور علي السيد إن شاء الله بعد الفاصل فبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا دكتورة على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 طيب اليوم عندنا إن شاء الله يعني بعد قليل تتشين الصيدلية الذكية في مستشفى لطيفة طبعا هذه الصيدلية عبارة عن مجموعة من الصيدليات الذكيات صحتي الصيدليات الذكيات يسمونها ولا الأذكية يعني أوكي مذكر مؤنت على كيف أنزيل يعني في سلسلة من الصيدليات اللي اللي بتكون بأنظمة ذكية في مراكز ومستشفيات الهيئة طفرة نوعية تستهدف الهيئة من خلالها تحسين رحلة المتعاملين وراحة المرضى وصرف الدواء من دون انتظار وبأسرع الطرق والوسائل الذكية الآمنة والدقيقة صحيح طيب الهيئة دشنت مجموعة من الصيدليات في السابق والآن في خطتها المستقبلية أيضا هناك الكثير من الصيدليات معانا عبر الهاتف دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية صبحك الله بالخير دكتور صبحك الله بالخير أخي محمولك بالحال الله يسلم الله بالخير دكتور حياك الله دكتور أول شي يعني نبارك لكم هذه الانجازات اللي تحققت في مجال يعني الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي ونبغي بس نعطي فكرة في البداية بشكل عام عن آلية عمل الصيدلية الذكية واحد من جهة اثنين فوائدها على المتعامل من جهة أخرى وأيضا الفايدة الكبيرة على الصيادلة اللي يعملون عندنا في الصيدليات شكرا في محمولة السؤال طبعا أول شي لم يكن يتحقق هذا إلا بدعم من القيادة طبعا من القيادة الرشيدة بالإضافة إلى الدعم من المدير العام هيئة الصحة طبعا هاي الأشياء والأخوة المتواجدين في الهيئة والقالف الهيئة طبعا هذا كلها يعني يصب في نفس المجال إنه طبعا استدامة الخدمات الجيدة والفلمين خلمات طبعا صدرانية وصحية للمرضى الهدف من هذا أول شي بعد ما نجحت الفكرة في مستشفى راشد ومستشفى دبي وانطلقت بحوالي مستشفى راشد طبعا شجعنا أن نتجه وننطلق إلى المستشفى الأخرى وهي مستشفى الرطيف وإن شاء الله مستقبلا في رعاية الصحة للأولى في العيادات المراقج صحيح الهدف منها هذه طبعا تسهيل وتنظيم العمل صواء للأطباء للمرضات المرضين وللصيادة وأيضا للمرضى نفسهم طبعا هو العميل الأساسي عندي عندما أخدمه في الهيئة وهو المريض الهدف منها هي أول شي طبعا رضى العميل الذي ينتج عنه ونوصل إلى سعادة المرضى الشيء هذا لما يكون في سعادة وفي رضى الأمنا مش هدف صدادية هي النقطة الأخيرة التي ينطلق منها إلى المنزل البيت أو العمل إذا ما طلع راضي على الصيدانية وأنها مريضة على كل الخدمات هذا الشيء الثاني لما يكون راضي على المريض على الصيدانية أو على خدمات الطبية والصحية المقدمة يلتزم بالعلاج لما يلتزم بالعلاج غير أنه يكون سعيد لما يلتزم بالعلاج لما يلتزم بالعلاج تكون محاصلة العلاجية أفضل معناها أني عندي نتائج أفضل في العلاج الطبيب اختار الشخص صحيح لكن المريض لا يلتزم بالعلاج لا يلتزم بالعلاج نحصل محصلة علاجية أفضل نعتني عندي أقل مرضى في المجتمع ونجاح في العملية في محصلة علاجية مناتي زيارة المرضى للأطباء تكون أقل للمستشفى تكون أقل مناتني عندي مش بس رضا العمين وش زعادته بل أن يظهر هناك محصلة علاجية أفضل علاج أفضل نتائج أفضل هذا طبعا إجابة على السؤال كيف تريد أن نتحرك طبعا نحن اليوم نظام سلامة وهو يتعاملون في كتابة الوصفات أن النظام على طول إلكترونيا بدون أي ورق بدون أي شيء توصل الوصفة إلكترونيا إلى السيدلية من السيدلية طبعا السيدلية يراجحها لا يوجد أخطاء تطبيقية لا يوجد أخطاء تفاعلات أو شيء في تجانس من الأدوية على طول تنتجه يحولها إلى الروبوت السيدلية يصرف الجهاز ويسلمها للسيدلية فيها أثناء السيدلية طبعا يأخذ الوصفة فيه المريض بعدما وصل للسيدلية فيكون انتظار ما فيه لأنه لما يوصل المريض للسيدلية يكون الوصفة مالا جاهزة السيدلية يعني يقضي وقت أكثر لشرح الدواء الاستخدام الدواء وتفاعلاته للمريض معناته يطلع المريض بثقف فاهم كيف يستخدم أدويته كيف يتعلم معها راضي على الخدمات فاهم شو يسويه أنا حاولت أصددي من شيء اسمي ديستروبيوتف تاسك إذا هي فقط أنه عبارة عن يعني يجمع أدوية إلى إنسان طبعا يقدم خدمات له متعلم ودارس عليها وهذه التخصصة يقدم خدمات النصح وأرشاد وإستخدام الأدوية معناته كمل ما يعني بدأ به الطبيب الطبيب بدأ بجزء من الإناج اللي هو أعطد شخص لهذا صليه يكمل فاكمل في المنظومة هذه بحيث أن يكون نعمل على تيم تيم واحد فريق واحد في الصحة فالكل يعمل في مجاله بحيث أن يكمل كل واحد يكمل الشغل الثاني لنحصوه عن ما حصل فبهذا السبب ليه خروج المريض يعني إن شاء الله بأفضل سعادة وبأفضل انطباع وأيضا بالوصفة الطبية الصحيحة دكتور كم صيدرية حتى الآن عندكم وكم صيدرية في خطاتكم من المستقبل متأكدنا أنه ما فيه أي أخطاء طبية في صافي الأدوية طبعا إحنا قدنا نحن مستشفى دبي وراشد صدريتين مستشفى راشد الحوادث والصدريت الرئيسية ولطيفة إحنا أربع صدريات ماشينا فيهم الحمد لله وبنجاح وإن شاء الله نتجهين بعد إلى رعاية الصحيحة الأولية وإن شاء الله الخطة طبعا أن هي تحويل كل الصدريات إلى طبعا هذا شيء جزء واحد مهم جدا جزء مهم أنا العميل الداخلي الصيدري أنا غيرت الليئة والشكل الداخلي الصيدري بحيث أن أحسن صعند الإضاءة أفضل الحركة أفضل هل كلها تأثر على النفسية نفسية العميل الداخلي اللي عندي الصيادة فهل كلها نفسيتهم فتعطيهم طبعا طبعا طاقة إيجابية في العمل هذا يستمر لها تأثير كبير على إنتاجيتهم وعلى شغلهم وعلى رضاهم في العمل كل هذا طبعا هل كلها لما يكون في طاقة إيجابية عند الصيادة تكون لها لها نتاج إيجابية حتى على المنظم دكتور علي اليوم التتشين في مستجفى لطيفة بيكون حق الصيدلية الذكية إن شاء الله بعد الساعة إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله أسبوع الجاية أو اللي بعدها يكون للمستشفى للمركز لند الحمر إن شاء الله وين بيكون السبوع الياء دكتور ند الحمر هي مديرة كبيرة عندنا نهني والمركز لند الحمر بوجودة دكتور لده يعني مبارك لها شكرا تفضل لا والله دكتور علي أنت ذكرت ما شاء الله الفائدة رح تتعم على المتعامل وعلى الموظف موظف الصيدلية بوجود الصيدلية الذكية شو وصدكم ردود فعل مثلا متعاملين أو موظفين يقول لكم أن ردود الفعل بعد تحول الصيدلية إلى صيدلية ذكية بالله نحن عندنا ردود يعني رسائل شكر كثير توصلنا على المراكز وعلى المستشفيات وعلى الخدمات طبعا احنا شفناها وارحة في المستشفيات شفناها وارحة بوضوع لأن المستشهد بي يعني كان وقت انتظار طويل وتدمر من المرضى الحين اليوم الحمد لله كلها بالعقس رسائل شكر لهم وهذا فهذا جزء أهم أهم شيء أنا أندي أنني شفت النجاح غلاء هذا النجاح أنني بالعقس أنني ضمت العمل في الصدرية يعني أساعدي صيادة يشتغلون في المرضى للمرضى الداخليين بلما كانوا هذا بابل أذف وخدموا خدمات ثانية أنه صيادة يقوم بأعمالهم اللي هي الصحيحة اللي هي يطلع مع الطبيب يكون يعني يسوي مع الطبيب طبيب محتاج أنه في بعض الأشياء ما يقول لنا مثلا هذا الطبيب ينقص لا بالعقس هي هو فريق عمل كامل اليوم يعمل في الصحة فالمهم كل واحد يكمل الثاني الطبيب هو القائد في المجال هذا وفي عنده فريق عمل فهذا كلهم يشتغلون مع بعض أساس أن يكملون في الآخر الطبيب يمكن يحتاج شيء معين معرفة دواء معين متواجد مو متواجد فيكون فيه واحد على طول مباشرة معه هذا كلها أنه صيادة هنا يكون بدونهم في الآخر النتيجة المحصلة المحصلة أن الهدف مالي رضا العميل وهو المريض وسعادته وهذه تحسين طعام المحصلة للآلجة رضا العميل الداخلي وهو أنا ثلاثة عندي مهمين الطبيب الصيدلي والممرض هذه ثلاثة تحصل إذا كان أنا عندي حصل على رضا العميل الداخلي والخارجي أنا وصلت إلى المحصلة للآلجة الأفضل نتائج العلاجية تكون أفضل حتى في توفير اقتصادي ومالي لأن المهضة لا يكون عافية وتعالج نتائج أفضل لا يحتاج صرف عدوية ثانية أو حتى علاجات ثانية لأنه يكون في فشل في العلاجات القديمة صحي دكتور علي أتوقع حتى المخرجات على المتعاملين يكون على مدى التزام المريض للدوة وفهم أصلا للدوة شو هو يعني صدراني انشغل يعني هو يبل الأدوية أو شي فالحين حتى ممكن التزام المريض بالخطة العلاجية صار أفضل بالتالي متابعة تستوي أفضل مخرجات علاجة تستوي أفضل لأن يكون فهم صدراني كان عند الوقت أن يشرح بالضب شو العرض الجانبية متى نفضل يجعل الطبيب كيف يأخذ الدوة طريقة صحيحة عندي عندي هنا مداخلة بالنسبة يعني تطبيق دي اتش هل يتم يعني ذكر هذه الأدوية من خلال التطبيق هل يتم تذكير المريض إن شاء الله يعني هذه خدمات موجودة يعني شفناها في مجموعة من الدول المتقدمة هل هذه موجودة عندنا في الهيئة أو هل بتصير إن شاء الله في الهيئة هي موجودة في كانت في بينامج في تطبيق ثاني وإن شاء الله تتحول إلى التطبيق الثاني بعد تجميع كل هذه الخدمات إن شاء الله في تطبيق واحد نحن ما اكتفل بهذا وصلنا حتى بزاجل وصلنا لبيوت الناس وإن شاء الله ما بعد فيها إن شاء الله خدمات ثانية في المستقبل خدمة ممتازة هدفها خدمة المجتمع هدفها تحسين الثخافة في المجتمع مثل ما قال الدكتور طبعا في الآخر عندك محاصلة علاجية إذا كان المريض عارف كيف يستخدم الدواء عارف كيف يتعامل مع الدواء صح سواء في استخداماته أو في الآثار الجانبية أو في تفاعلاته مع هذا وإلى آخر إذا عارف كيف كيف يسير على سمع الخطة العلاجية التي حطها للطبيب من وسط الذي يشرح عليه معناته في الآخر في النهاية محاصلة علاجية نتيجة أفضل معناته أنت عندك توفير صحيح دكتور أنا أتذكر يعني منذ سنوات قليلة كنا نحن عارضين أول نموذج للصيدلية الذكية في معرض جاي تيكس ما نذكر سنة بضبط 2015 أو 16 ما أتذكر فترة قصيرة وتم تطبيق هذا هذا المشروع ونشوفه على أرض الواقع ومفاعل وسوف يعمم على جميع صيدليات هيئة الصحة بدبي أنا بس ذكرت هذه المعلومة فقط على أساس أني أبرز للجمهور أن كل اللي تشوفون حاليا نحن عارضة يطبق بشكل سريع جدا قاعد ينشط طفرة في التكنولوجيا الصحية أيضا دكتور ما دري آخر شغلة بس أبغي أسترك عن الصيدرية الذكية أو شغلة تبغي تضيفها عن موضوع الصيدرية الذكية لأنني أستغل وجودك لأنني أبغي أطرح موضوع آخر بعد وايد مهم أنا أندي تعليق شيء مهم جدا هيئة الصحة لما طبقت الصيدرية الذكية طبقتها بنجاح تم اختيار سليم وكان طبعا مكثف اختيار الروبوت الصحيح السليم أحنا الهيئة الصحة اليوم نمتلك وطبقنا أكبر روبوت في المنطقة وأفضل روبوت وأسرع روبوت وأذكى فيه غير نطبق بس لم ينجح صح فهيئة الصحة الحمد لله بسبب هي تظافر عوامل عدة يعني ايوه من القيادة العلية صحيح بسبب هذا ترابط الإدارات مع بعضها وبسبب التواصل بين كل الأطراف نجحت في تطبيق أفضل وممارسة في مجال هذا والحمد لله وهذا السبب اللي خل العملية تستديم استدامتها وتنطلق من مكان إلى آخر نحن لم نطبق نجح نتحرك من مكان إلى مكان فهيئة الصحة طبقت شيء ناجح يعني ممكن أن تطبق شيء بس ممكن ما يكون ناجح بس طبقنا هيئة الصحة طبقت شيء ناجح لأنها درست الموضوع صحيح بالقيادة العليا ودرست الشيء بشيء السليم صحيح ولذلك تجهت اتجاه الصحيح وطبقت للتطبيق السليم جميل دكتور الحمد لله يعني ألف مبروك على هذه الانجازات أنا الآن أبغي أتطرق دائما أن أستغل وجودك دكتور معنا في البرنامج للحديث عن هذه الحملة الجميلة جدا والمبادرة الرائعة جدا من إدارة الصيدلة وحث الجمهور أنهم يشاركون فيها بشكل كبير اللي هي حملة الدواء سلامة وعطاء بس نبغي نذكرهم على السريع بهذه الحملة دكتور قبل ما نختم معك حملة جيدة جدا ممتازة وناجحة الحمد لله اللي هي كل سنة صارت الحملة هذه عبارة عن جمع الأدوية سواء كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة أو سليمة في أشخاص عندهم طبعا عندهم أدوية فائلة عن الاستخدام زائدة في ناس محتاجين فتجمع الأدوية إذا كانت صالح الاستخدام السليمة تجمع وتعطى للجهات الخيرية للاستخدام المساعدة الناس المحتاجة إذا كان أدوية منتهية الصلاحية تأخر من المرضى وتتم إطلافها بشكل سليم عبر خلوات الصحية في هيئة الصحة الحملة تحافظ أسلامة المجتمع وسلامة البيئة وسلامة الأسوة في البيت يعني ما في أي تسمم في البيت ممكن يأخذ طفل يأخذ دوء معين يتسمم أو يتم إثقاء في حاويات خطأ تكون أو إلى آخرين فلأنها مواد كيميائية تحافظ أسلامة المجتمع تحافظ أسلامة البيئة تحافظ أسلامة المنزل الأسوة أما أعطى لأنها تأخذ الألوية السليمة والصالح للإستخدام وتجمعها ونعطيها إلى الجهات الخيرية إهلال الأحمر الإماراتي إلى آخره أو جمعيات خيرية تعطى إليهم بحيث أن يسعرون الحمد لله نجحنا في أشياء كثيرة الحمدة هذه حمدة فريدة من نوعها قامت بهاية الصحة الحمد لله ونجحت فيهم وأنا طبعا أشكرك على هذه لأن التبكير هذا لأن الحمد لله هي بيونير في هذا المجال والحمد لله مشت وتحركت وخفعت مسافات كثيرة في هذا المجال والحمد لله نجحنا وبدأنا نتعامل مع الناس أي صيدلية ممكن أي صيدلية تابعة لهية الصحة بدبي ممكن لأي حد من أعضاء الجمهور أن يتوجه للصيدلية يعطيهم هذه الأدوية يقولهم ومن حملة الدواء السلامة وعطة هم برحبون بيعخذونها وعافين على طول يصرفون بها ويفصلون الأدوية من تأسر راحية والفاسدة ويحطون الأدوية السليمة ونحطها في هذا نجمعها ونحطها ونحطها ونعطيها أو كراتين ونعطيها للجهات الخيرية ومن حمدها بدت الناس يستفيد منها وفي ناس كثيرة وجمعيات كثيرة يعني الماضي استفادوا من هذه الأدوية السليمة هي خالبا استعمال شكرا لك دكتور علي سيد مدير إدارة الصيد للخدمات الدوائية ونتمنى لكم كل التوفيق في تدشين الصيدرية الذكية في مستشفى لطيفة اليوم شاكنين لك دكتور وكل التوفيق شكرا لك نهارك سعيد قال اسبوع اليه وين؟ ند الحمر نعم يا مستانسة ما شاء الله بنحط شي زينة شدي وبنقول لك إيما اللهجة تغيرت ونصد قلني انت ببهي اللهجة لو دي شو بنزين ونزين شي عشان ناسا مديرش تشوفي صدلياتنا تكية جميلة أنا بس لنا تعقيبا على موضوع أكل لحم الإبل يأتني مجموعة الرسائل بحاول أقرأ على السريع يعني منها السبب في الوضوء بعد أكل لحم الإبل لأن لحمه يجعل الإنسان سريع الغضب ويثير حفيظته وما يتصف به الوضوء أنه يبرد العصاب ويعمل على تهديئتها هذا أبو سامر يقول بعد أكل لحم الإبل السبب في الوضوء لأن لحمه يجعل الإنسان بعد نفس الشيء سريع الغضب وهذا نفس الموضوع قال أنه هنا قصة روية أن رسول الله سلام طيب ذاكر قصة طويلة السلام عليكم ورحت الله فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتبئوا عنه قال رسول الله سلام من أكل الجزور يعني الإبل فليتوضى والإبل الحيوان المخلوق من نار هذا عاد المغرب يقول طيب كل الرسالة في نفس الموضوع تصب يعني أن الوضوء لأنه يبرد الأعصاب وإن شاء الله عشان نخلي أعصاب المخرج باردة عصابك باردة دائما للهاتحاتمة نختم إن شاء الله شكرا لك دكتورة تواجدت معنا شكرا لكم جميعا نشوفت إن شاء الله بعد شهرين أو متى ما شاء الله لا بعد يومين إن شاء الله يعني إذا حصلتي بعد فرصة باتر إن شاء الله إن شاء الله مكان مكانت شكرا إن شاء الله نسينا دائما يعني تواضعي شوية سووا لي برودكاست من العيادة أوكي أقدم الرجل العيادة ممكن والله فكر ليش لا ممكن طيب شكرا لك أحمد سلامة كان معنا في التنسيق كل الشكر ليوسف سعد كان معنا في إعداد هذه الحلقة شكرا لك أيمن سرحيل مخرجنا بنوح شكرا لك دكتورة ندى الملة هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي حتى نلغاكم في الغد مع العديد من المواضيع أيضا قبل أختم أبغي أقول ألف 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 مبروك على هذا الحدث التاريخي في أطلاق القمر الصناعي خليفة سات وإن شاء الله حياتنا كلها أفراح والله يحفظ الدولة ويحفظ قيادتنا ويحفظكم ويحفظ لكم عيالكم ويبعد عنكم الأمراض كلها ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر